مشاهدين الكرام اهلا وسهلا بكم في برنامجكم انت تقدر برنامج انت تقدر عملته خصيصا للطالب الطالب وقلت قبل كده ان ما فيش حد حاسس بيه خالص النهاردة انا جاي ارفع من قدرك شويتين عايز اقولك انك لازم تنجح وانت على طريق نجاحك انت كده لسه ما وصلتش انت لسه في البداية هتوصل امتى لما تمسك شهادة التخرج وترفعها قدام الجميع النهاردة بس واللي يعرف احمد احمد حيعرف ان انا مش بنطقة حد خالص لكن انا احب اقلوم على الناس شويتين الناس انا عايز افهم بس ازاي واحد زي يحموا بيكا ازاي واحد زي اللي بقولوا عليه مش عارف اسمه شواحة واحد زي حسن شاكوش واحد زي مش عارف طيخة اللي بطيخة اللي مش عارف اسمه ايه يا اخواننا دول يوصلوا ازاي ودول وصلوا ازاي يعني انا بتجن لما اشوف فيديو للدكتور ابراهيم الفئي ولا الدكتور مجد يعقوب ولا الناس المتعلمة المثقفة دي ايه نسبة المشاهدة 3000 4000 وايه ان هناك حموا بيكا والطيخة وبطيخة والكلام الفضى كله مليون 3 مليون 80 مليون ازاي بنسمعهم ليه ليه علشان ايه عايز افهم ايه الاستفادة من سماعي لهم انا هيعود علي ايه لما اسمعهم انا دلوقتي الفن اتقالى بحاله مش زي الاول احنا دلوقتي ما شاء الله دلوقتي عندنا في وقتنا الحالي مطلبين محترمين خالص الاستاذ احمد سعد الاستاذ محمد سلطان الاستاذ اشرين الاستاذ ناس الاستاذ مصطفى كامل الناس محترمة خالص نعم نبص للجهة التانية مش عارف ايه ده مش عارف الناس دي بتوصل ازاي فاحنا عايزين بس الناس تفهمنا الناس تقدر المتعلمين الناس تقدر المثقفين بالله عليكم اعملوهم ايمة الطلاب تعبوا الطلاب جابوا اخرهم الطلاب محتاجين حد يشوفوا الناس حاسة بيهو الطلاب محتاجين يشوفوا حتى لو في قولة بداية اكسهم بالله محتاج يشوف الناس حاسين ان ده حيوصل فيهم الايام انما مش شايفين ده خالص الطلاب مش شايفين ده فلذلك الطالب بيحطم من بداية الطريق هو اصلا بادئ طريق بتاعه وعارف ان هو مش هيكمل عارف ان هو كده في فترة الابتداء بتاعته يا ماما مش قادر اروح الدرس قاعد والله من التنافع ده انت فاشل الكلمة دي هي السبب في فاشله حتى لو عدت عليهم اليون سنة اخواننا احنا بنتضمر وانتو مش حاسين يا اخواننا الطالب مفيش حد حاسس بيه هنحزين نفهم بس انتو بتدخلوا الاولاد المدارس ليه علشان خاطر تسيبه وحضرك شاطر لما تشوفوا راح الدرس وجامل درس وبياكل واشرب وبيذاكر واعمل نفسية الطالب اهم من اي شي النفسية بتاعت الطالب اهم من اي شي الطالب بتاعك ده اللي هو عنده عشر سنين بعد عشر سنين ولا خمساشر سنين هتلاقيه في حتة تانية انما ما تبصش انا بس اللي مدايقني المشكلة على فكرة عمرها والله ما كانت في المسئول المشكلة في المواطن المواطن اللي فاتح شاشات التليفون وعمال يبحث 24 ساعة حمو بيكا حسن شكوش حمو الطيخة مش عارف مين طيب الدكتور ابراهيم فيه الراجل شغل الدكتور تنمية بشرية عظيم الناس العظيمة دي لما نيجي نتكلم هنلاقي ان احنا دمرنا قيمة العلماء واحد زي قرستو وافلاطون وسكرات وديكارتو الناس دي والله ما حد يعرفها انت بليه ده كله نبص تيجي تسأل واحد ماشي في الشارع طبعا انت عرف حمو بيكا طبعا ده ما فيش ازار ده بتاع ايه ده عمل ايه واحد يقولك اشرب خمور وحشيش والتاني تجيني تلاقيني لسه في خيري ان شاء الله عنك ما جيت واللي حجنيني بقى اللي هو اسمه محمد عادي محمد عادي اللي هو بتاع الكشري عشان كان طبق كشري الدين اتضمرت وقالب الترند والتاني اللي بقولك انت شواجري ناتش وجرة وطلع فوق خالص طبو الدكتور الناس العالية دي دكتور ابراهيم الفئي الدكتور مجد يعقوب اللي اكسن بالله ما حد عارفه لحد ده فيه ناس مش عارفها ازاي يا اخوانا؟ يا اخوانا حسوا بالطلاب دول سمرة المستقبل لو حضرتك مش هتحس بالطالب خلاص طلعوا احنا عاملين للفاشل ايمة لدرجة ان احنا عمل فاشل في كل مكان عايزين نعمل للمتعلمين المثقفين ايمة وقدر نحفظهم قدرهم المتعلم والمثقف حتى لو كان في قوله ابتدائي لازم نعرف ان ده متعلم مثقف نعمله الف حساب اللي حكامش سبهلالة كذلك زي ما يقوله فلو سمحته لو سمحته بخاطب جايب بشكوى من جميع الشباب يا مواطن يا مصري ابوس ايديك الدنيا الدول كلها تقدمت والتأخر اللي احنا فيه بسبب المواطنين الناس العادية اللي ما بيفتح الشاشة كده قاعد في البيت 24 ساعة 24 ساعة قاعد فاتح التليفون في حامو بيك ما بقولش ما تسمعش اغاني انا عن نفس بسمع 24 ساعة اغاني بس احنا تساعد اصلا الناس المحترمة اللي ما خلفوش القواعد العامة الاخلاقيات العامة احتفظوا بيها ما خلفوهاش فانا دلوقتي عايز افهم ايه القصة في ان انا اسمع حامو بيك المعلم وها بقولك مش عارف تلاقيين لسه في خيري ومش عارف تشرب وخمر وحشي طيب ما عنك ما شربت يا عم انا مالي طيب ما تشرب ان شاء الله تقولك ما تصيح زي ما انت عايز انا ماش صايعي عم احنا مصقفين ابوس ايديكم فوق لنفسكم الدولة عايزينها تتقدم سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسير ربنا احفظه على اكمل وجه شغال ما تقولوش مش شغال طفحنا من كلامكم انت عاعد في البيت ماسك التليفون تاكل وتشرب وتقول ده راجل ما بعملش حاجة تب اعمل لك اتنا عشان ترضى انا عايز افهم كل همك الاكل والشرب طب التقدم العلمي والتكنولوجي عايزين الدولة تتقدم وطنها انا اللي عايز اعمله الروس غالة البطاطس غالة البيتنجان غالة يا عمي ابوس ايديكم فوقه الصين ده الصين بتمشي على الهوة واحنا هنا احنا الراجل شغال بأربع عشرين ساعة وما فيش فايدة فينا احنا اخواننا شبعنا شبعنا تأخر وتخلف عايزين اتقدم عايزين اتقدم ابوس ايديكم فكروا في شباكو شوية الطلاب ابنك ده لو طلع من التعليم هاروح فيه ابنك ده ده شغاله وبيجيب 150 يا فرحاتي في اليوم طب لو اتعلم وبقاله ايه موقدر يأكل مضطراب دلوقتي بس بعدين حيكون فيه يا اخواننا حسوا بالطلاب حسوا بالطلاب ابوس ايديكم اكسم بالله محدة حينفعنا ما خلاص بقى كطالب دلوقتي شايف ان هو من خمسة ابتدائي او من والاعدادي تاني اعدادي شايف ان مستقبل حمو بيك وحسن شكوش ومش عارف محمد عادل اروح محل كشري بيه كل طبق كشري اعمل زي محمد عادل واضرف في السماء انما مجدي عقوب مش حد عارفه الدكتور مش عارف ابراهيم الفئي مفيش حد عارفه فياخواننا الكصة كلها في النشأ في النشأ نفسه احنا دلوقتي اربي الخامة بتاحت كويس زي واحد خلينا نتكلم كده في المجمل العام انا عندي زرعة الزرعة دي لسه البزرة حطيتها وشق التراب والكلام ده كله انا لو اهتمت بالزرعة من الصفر هتبقى لها فروع وجزور وموضوع كبير ولها ساق ولها اوراق وهتمتصل من ضوء الشمس اللي اعايزاه وحتعمل عاملية بناء كل اللي انت عايزه هتلاقيه هي كده زرعتك هي ابنك ربيته صح هيوبه صح فدلوقتي خطابي للأسرة خطابي للأسرة التوعية الفكرية كل ده فيا اخواننا عندنا دلوقتي المشكلة في البيت وفي المسجد وفي الكنائس وفي كل ده احنا الجهات دي لو اشتغلت صح هنسعى وحنتقدم ومش هنتخلق انما احنا 24 ساعة انا ااسف انا ااسف هتكلم بصراحة بقى الشيخ اطلع المنبر يقولك امسع على الشراب من فوق طب يا عام تكلم اتكلم عدة فيدي الناس بحاجة انا ما اقولش ما بخلفش الكلام ده بس انا عايز حاجة تفيد الناس فانا بخاطب جميع الجهات ابوس ايديكم فوقه الناس المواطن انما المسؤول اكسم بالله الناس شغالة 24 ساعة انا يعني مصدوق مخدود من اللي بعمل رؤسات الرئيس عفتاح السيسي والله ما بيعمل غلطة من يوم ما مسك الحكم ما انا شايف غلطة عملها اكسم بالله ما بطب انما دلوقتي الكصة في ان واحد الرز غلي طب حضرتك ماسك في الرز وسيب الحاجات التانية يعني خلاص انما ضحك ربط معك على كده تمام فيا اخواننا المشكلة كلها دلوقتي ان احنا لو طلعنا خامات طلاب فكرية محترمة اصحاب فكر مسقفين وعيين عندهم وعي فكري اكسم بالله حالنا لا ينزبط نعم احنا كل هدفنا اطلع يا ابن هاتلي يومية مش عارف من ايه اطلع يا ابن اشتغل مش عارف شوية مع عمك مش عارف مين والتعليم والتعليم اتعلمه اتعلمه خد شهادات سس حلم بكر والله رجل ده انا بحترمه جدا كده سس حلم بكر طلع على القناة الحدث قال طالما بقى خلاص كده انتو بتحترموا بتوع المهرجانات والشبيحة والرزيعة دول خلاص قد الشهادة بتاحت هي قطعها طالما دي مش هتنفعني طالما الناس مش بتحترم الشهادات خلاص يا اخواننا فوق قول نفسكم عايزين نتعلمه عايزين نشوف نفسنا في مكان تاني الدول بتتقدم تكنولوجيا واحنا قاعدين بنفكر والمشكلة ان التجار بيزودوا المبالة طي المسؤولين من همش دعوة الاحتكار والدنيا خربت الدنيا فاحنا اللي انا جاي النهاردة اتكلم فيه اللي انا جاي النهاردة اتكلم فيه رسالة لكل بيت مصر فوق لنفسك ابنك لو ما تعلمش حينضرب تحت الرجوع ما لهوش ايمة بالفلاحي ما لهوش طالما ما تعلمش ليه ايمة ما لهوش ايمة خالص فيا اي طالب سمعني دلوقتي اصحى يا ابن لنفسك وفوق اتعلم ما فيش حدا حينفعك رسالة قوية بيوجهها لك ايه اتعلم ما فيش حدا حينفعك لا انت حامل بهدلة ولا انت حامل شغل ولا الكلام ده كله انفع معاك اتعلم وقف على رجلك وارد سابتك وامسك الكتب كده حفاظها زي اسمك خش الامتحانات انت باطل اسعد درجة تنقصك لا افهم كلامك كويس يا طالب انتو خدت صغيرين وابنة متكلم بصراحة اوه كنت في مكانكم وبرضو حسيت بالنفس اللي انتو حسين بيه افهموا انتو بتضيعوا لو طلعتم التعليم ما صوركوا الهلاك يا اخواننا فوق لنفسكم فانا دلوقتي عايز اقول لك انت دلوقتي عايز تتعلم تعلم تكون ايه حط الهدف قدامك انا نفسي انت في الابتداء قول لي نفسك كده عايز اخش كله كزا حدد هدفك وانا قلت كتير قبل كده في محاضرات ليه برا قلت ان وصولك للهدف خمسين في المية منه انك تفكر فيه قبل ما توصله يعني تقول اللي انا عايز اوصل الهدف ده انت كده خمسين في المية حققت من هدفك انما حضرتك تقول تقول كده ان انا زي ما تيجي واطلع يومين اجبد مش عارف ما وخمسين من هنا على ميل جين استحمل يا ابني وتعلي ما فيش حد هينفعك كلها كم سنة وتركب عربيات وتبه في مكان تاني ما تستحقرش نفسك ما تسمعش الكلام الناس اللي بتحبطك الناس اللي بتقولك انت تم احنا خدنا شهادات وانتو خلاص وقعدنا في البيت خدت شهادات من ايه دور على كلمة دي وتقديرك عامل ازاي ما تجيش تقرفنا معاك وتقرف الطلبة الشباب لو ما تعلمش مصيره الهلاك ومش مصيره هو بس الدولة هتروح فين احنا مطلوب من الدولة كم مليون واحد دكتور وكم مليون واحد مستشار وكم مليون واحد وكيل نيابة وكم مليون واحد مهندس فوقوا يا ابني وتعلموا ما فيش حد هنفعكم انا دلوقتي بزعه ومعلصوتي لان انا خايف عليك وخايفك تضيع هتضيع تروح فين يا ابني اكسم باللمة بزعه ومعلصوتي غير خايفك تضيع تمام فانا دلوقتي جاي اقول لك انت دلوقتي كل طموحاتك وكل الفكرك ده كل شغلك كل اللي انت شغل نفسك به اللي الناس بتتكلم علي والناس مش عجبها حالي ومثلا خالي بيقول لي ده اخوك شغاله ومش عارف بيجيب فلوسه وانت متعلم ما بتجيبش طيب وانت شغل نفسك بده ليه بص على مستقبلك قدام بص على الكورس اللي انت حتقعد عليه بص على مكتبك بص على العربية اللي هتركبها بص على الحرس بطوعك بص على مستقبلك بص على مرتبك انجح مفيش حد احزع عليك انجح مفيش اي مخلوق حصرف عليك انجح اخلص الزمن بيعادي دلوقتي عندك 15 سنة بكرة 20 سنة الثانية اللي بتعدي من عمرك تعادي الخمسين سنة قداء يا ابني لو ما نجحتش هتندس برجليه يا ابني لو ما تعلمتش هتروح في دهيه شد حيلك وانت قد التحدي وتقدر وانت اسد انت جابل هتوصل خليك مقواصق من نفسك وعن حلمك اياك تحيد تمام فدي رسالة احد جواجها ده للطالب بنسبة للقصة هنا دورنا في التوعية هنا دورنا في النشئ نفسه هنا دورنا في التوجه ان انا اوجهه فيه احطه احطه كده على الطريق واقول له امشي تمام اخليه كده مبتدي الطريق بتاعه اقول له انطلق تمام يا اخواننا فانا دلوقتي ايه ابن ده لو ضاع هجيب ايه بعد كده انت عدد دنيا تدمر الدنيا بازل احنا عايزين ده كاترة عايزين علماء عايزين تشوفوا اليونان في سنة واحدة طلعت أليستو أفلاطون وسقراط وديكارتو ناس ده علماء صدروا العلوم الفكرية لجميع البلاد وما فيش حد يعرفها دكتور ابراهيم الفئي في مصر عندنا هنا الله يرحمه دكتور ابراهيم الفئي ما تواقف زي ما بقوله كان اسد دكتور تنمية بشرية تبس تسمع سيادتك عايز تنجح ما تدورش على غيرك بتعودش تلوم الناس وانت وتشتكي من حالك ما تلومش الناس وتشتكي من حالك بصوا لقدامك شوف حلمك وهدفك وهتقصله على فكرة حب أقول كلمة قلتها كتير جمل الحضر بتاعك علشان حيكون ماضي جمل الحضر بتاعك علشان حيكون ماضي والمستقبل لو جه مش هتعرف ترجع الحاضر والماضي لو عده مش هتعرف تجيبه تاني فانت دلوقتي لو فاضلك يوم على امتحانات تعرف تلم المنهك بقولها بصوت عالي دلوقتي لو فاضلك دقيقة تعرف تلم المنهك اكسم بالله عن محاولة وعن تجربة وجرب طيب نفسي مش ادحيلك خليك أسد خليك قد التحدي كنت بنت أو ولد وصلوا لهدف بتاعكم مش حد حينفعكم اختاروا الناس الصح في حياتكم مش أي حد تمام شوف مين اللي يليق بحياتك واختاروا هو ده تمام اللي تعبك نفسيا وجعل نفسيتك وبضمرك وبتعبك انحي انت مستقل بي ومش شايفني حاجة خاطلع من حياتي مش فضيلك انت دلوقتي طيب لو الناس شايفة على رأسي عايز تخش حياتي على رأسي ونورة قلبه وحياتي وديني حلوة خالص ولما انجح مش هسيبك هي كده الكصة في كده في ان انت الناس اللي يخش حياتك دي دخلوا لنفسه نفعوا نفسه اللي اطلع من حياتك ضر نفسه فما تستناش قرب حد ما تستناش قرب حد لان اللي انت مستنيه مستحيل ييجي بسهولة اللي انت مستنيه ممكن لو جيه وجعك ممكن لو جيه هد حيلك ممكن لو جيه حزنك يكون سبب فاشلك ممكن بسبب اختيار فاشل تضمر حياتك ومستقبلك بص لنفسك واقعد كده على ارض سابتة واقبل الحياة بالشكل ده اقبلها بالمنظر ده اقبلها بالوحيشة دي واقول ان هي وحشة وانا هجملها هي وحشة ايه انا هجمل الحياة هي وحشة بالعافية بالمرضة هتكون جميلة مش عارف بالعافية بالمرضة بعد كم سنة مرتبة هكون كذا بالعافية بالمرضة بعد كم سنة هركب عربيات وامش وراع حرص بالعافية خليك اسف كده هي كده التوقعات يا اخواننا دي جزء مهم فالعامل النفسي ده اكبر اسباب الوصول للهدف ما تقولش انا هوصل وانت نفسيتك محطمة كل ما تسمع لواحد خلاص الموضوع انتهى فانا عايزك تشد حيلك ووصل لهدفك مش حده هنفعك يا اخواننا بص لهدفك عايزك كده ترمض عينيك وتسترخي معايا كده وتركز معايا خلينا بهدوء زعاقنا كتير بقى تمام خلينا بهدوء خالص ريلاكس هدنا بسكم تبص الهدفك قدامك انت دلوقتي فاضل شهرين على الامتحانات الشهرين دول وصلوا دخلت الامتحانات حليت طلعت بيتك قاعد في قوتك قافل عليك القوضة مستني نتيجة تظهر هب باباك بيتصل عليك النتيجة فاضل ديها وتظهر وهو بيفتح مش سن يا تسمع زغروطة أو فرحة من أمك وأبوك يا تستنى تسمع سويت حتسمع إيه انت عايز تسمع إيه إيه ده انت بتقول لي أنت عايز أيوة انت عايز ما انت لو عايز تكون ناجح هتكون ناجح وانت لو عايز تكون فاشل هتفشق اكسم بالله اعرف ناس كلهم من الأرض عشان يوصلوا كلهم من الأرض عشان يوصلوا وانا انا شخصيا أنا هو وبقولها قدام الناس والله في تالت عدادي الكلام ده المفروض ما قولهوش والله عيدت السنة والسنة اللي عيدتها دي كانت سبب في فوقاني واللي انا قفوه يعني انا عيدت السنة بتاعتها لتاعدادي ولو ما كنتش عيدت السنة والله ما كنت فوقت ما كنتش صحيت من اللي انا فيه كان حواليني ضباب وغيامات كتيرة خالص ما كنتش حفوه لو لان انا عيدت السنة ما كنتش حفوه ولو لان انا عيدت السنة ما كنتش قاعد قدام حضرتك دلوقتي وبتكلم معاك فحضرتك انجح لنفسك خدت دربة على دماغك مش مشكلة هتقوم وتكمل طريقك هتقوم تقف على رجلك تاني وهتوصل لهدفك اي طالب سمعني فاضل زي ما بقوله كده على الحلوة تك فاضل كم سنة وتكون ركب عربية وحرص مشين وراك انت طالب تملك ما لا يملكه الاخرون خليك وصلك من نفسك والله لا توصل طالما عندك سكة في نفسك طالما عندك سكة في نفسك وانت قادر انت تعملها وقادر انت توصل تمام؟ فما تسمعش الكلام من الناس هي اساسا عايزة تحبطك ولا عايزة تدحيلك مش اي حد يقول لك كلمة خلاص الموضوع انتهى انا هوصل رغم السعاب فاخوانا انا بقول كده انا عايز انجح اعمل ايه؟ المسألة عندي الاول في ان انا اتعلق بناس حوالي الناس دي هتنفعني ولا تضريني الناس دي لو حتضريني اركن على طول مش فضيلك وخليني لما اوصل ارجع لك ثاني واشوفك عايزيه لما اوصل لما مش رجع لك طول ما انا في الطريق افهمني كويس تمام؟ انا دلوقتي مسألة التعلق لا تتعلق باحد فان انت تعرف كده كويس ان الشخص اللي انت تعلقتي به ده زيادة عن اللزوم هيجي فيهم هيهد حيلك هيهد هدمرك فما تتعلقش بحد هو مش عايزك ما تحطش امالك على حد هو مش عايزك رفضك تكون بحياته الغير ولما توصل ونريم لنفسك تمام؟ فياخواننا الكليات منتظرة طلاب السنوية والسنوية منتظرة طلاب الاعدادي والاعدادي منتظرة طلاب الابتدائية فكون ان انت توصل للكلية ده انت كده وصلت وما فيش احد يقدر تكلم ما تسمعش الحد وصلت كل الطب احتطلع دكتور معروفة كده وصلت كلية هندس احتطلع بشمهندس وصلت كلية قانون وكل نيابة مستشار ما صورك متحد وصلت كلية تربية مدرس وصلت المصير بتاعك هتحدده من الكلية بتاعتك فما تسمعش الحد ده انت اخرك تطلع مش عارفة تاني قلت تمالة انا هاطلع اتكلم زي ما انت عايز هاطلع تقول كده خلي عندك سكة في نفسك هتوصل يا ابن والله والله الدنيا بتنتيه وانت مش حاسب نفسك فانا دلوقتي عايز اصرخ بصوت عالي خالص وقول للناس فوقوا لاولادكم ده انت عندك طالب بيتعلي فوق لنفسك انت عندك طالب ده انت عندك مالك مالك او مالكة متوجه في البيت طالما عندك طالب في البيت بيتعلم اضرب تعزم سلام ليه فتطلع والداخل انت بتعلي ده شوف يعني انت ما تخيلتش مرة كده بعد كم سنة ده حيكون ايه حيكون ايه ما تخيلتش مرة كده كرنه بحد تاني فاشل هاته الطالب ده طالب بتاعك انت دلوقتي انا عنده طالب نجح في علامه ومشاء الله كويس ووصل لكلية ووصل لسنوية ووصل للاعدادي ده ناجح تمام هاته طالب تاني شغال في اي مكان تاني ده مستقبلة حيكون فين وده مستقبلة حيكون فيه فكر في المستقبل ما تفكرش في الحاضر فانا دلوقتي مش عارف مسألة التعلق ده رهيبة وسبب في ضمر الشباب كلها انت بتتعلق بحد مش عايزك ليه ده يوصل للسنوي يقول لك ان عايز اتجوز ده في اللاحة اهو عايز تتجوز تتجوز تعمل ايه يا اخوي عايز تتجوز وكلية بتاعتك وعلامك ومستقبلة حتصرف عليها من ايه يقول لك ده سيد الرئيس نزل قرار يقول لك ده انت حتدفع غرامة طيب انت متعلمتش ليه عشان تقدر تدفع الغرامة دي ده مش غرامة ده احنا بنحفظ بنحافظ على بنات الناس بنات الناس مش لعبة ده مش غرامة انت تخليك ما انتش قادر تدفع الفلوس اللي ما بيقول عليها دي تب قادر حتصرف عليها منين حتشربها منين لو تعبد حتتعالجها منين لو عملت انت شاطر بس تقعد في بيتك تنتقد الناس وخلاص تنتقد الدولة وخلاص تنتقد العلم والمثقفين وخلاص فيا اخوانا اللي انا عايز اقوله لو فيه طالب متعلم خافوا عليه ضللوا عليه لحد ما يوصل وصل للسنة وهو كده 50% فهموا الكلام وصل للكلية كده 90% من مستقبله خلاص فاضل 10% كون انه خلص كلية كده واصح ما دوق انتهى تمام حسوا بالطلاق حسسوهم بنفسهم ايوة حسسوهم بنفسهم طالما ده طالب عايز احس بنفسه شوف نفسه ده طالب بيعرف يقرأ ويكتب بانجليزي وعربي فرنساوي وبيعرف عقله منفتح عن الاخرين حسسوه بنفسه احنا دلوقتي ازمتنا ازمة مسقف ازمتنا ازمة مسقف الدكتور مجدي يعقوب الراجل شوف كم سنة شغال وفتح مستشفيات عرضوا عليه جوائز مالية مرضاش اخدها الدكتور ابراهيم الفئي الناس العالية الروت بص في السماء نبص على واحد نسيب دهول دهول ونبص على ده يقول لك شواحة ويا محمد بعادي ومش عارف اسمه ده التاني الاتسابيني اخسر حياتي واثنين ان شاء الله عنا خسرت عمرك انت بواسط الشباب انت بواسط الشباب احنا بنسمع الغانب ما فيش حد ما اسمعش الغانب احنا بنسمع انا عن نفسي وانا جاي بنسمع ناس محترم ناس مصطفى كامل الاستاذ عمر دياب الاستاذ احمد سعد الاستاذ امر حسني الاستاذ محمد سلطان الناس ده محترمة بيقولوا كلام جميل انا ما بنطقتش الشخص انا يا حمو يا بيك يا انت لو اتكلمت عدل واسلوبك اتحسن وخليت توجهك نظيف حسيت الطلاب انه يوصلوا لهدفهم ومستقبلهم اكسم بالله لا اطلع دلوقتي واعتذلك على التلفزيون واقولك انا اسم انما اللي انت بتعمله ده غلط اوه كل عموما كله تمام انا ما بنطقتش حد ولا اسلوبي خالص واللي عرفني عارف كده كويس كنت في محاضرات برا او دلوقتي على التلفزيون امر منطقت حد بس انا بقول انت اخواتنا وحبابنا استاذ حمو بيك حبيبي واخويا وما فيش مشكلة حسن شاكوش كلكو حبيبنا بس عدلوا من اسلوبكم خشوا لجنة تحكيم في نقابة الموسيقيين وعودوا كده ما نجحتش مرة اطلع وتعلم وخش تاني وتالت ورابع لحد ما توصح انما كده غلط الاسلوب ده وحش تمام يا اخواننا فاحنا وجود النهار ده معاكم علشان اقول ان انتو عملوا للمثقفين ايمة لما تشوف واحد مسقف متعلم كان في سنة وفي كلها قويا كان اعمل له قدر وإيمة اعرف ان ده شايف نفسه فانت كن ان انت تدمره هو نفسته تحطم هو خلاص كده مستقبله تدمر هو كده الطالب هو طالع على اكل عيشه اللي هو التعليم بتاعه وراح امتحاناته وجاي زاكر والدنيا حلوة خلاص معاه طالع من البيت واحد قال له ايه ده انت مش نافع او فاشل او بص له بصة واحشة بس هو كده مستقبله تدمر بسبب ايه بسبب كلمة من حضرتك بسبب نظرة من حضرتك انما فيه انا عايزك اسد اتاكدش بكلام الناس فيه اسود فيه اخوانا انا اسف ان انا كنت اتعصبت شوية فان ده المصلحتك والله لمصلحة اي طالب لمصلحة الطلاب كلهم فان شاء الله انتظرونا في لقاء اخر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته